اشتركوا في القناة 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 بينما في الكيمياء الكتلة بلغرام انتبه لهذه النقطة جيدا G تساوي 10 متر سيجوند موندو ألفة ثلاثون درجة و V1 جوش فاصلة أربعة متر بار سيجوند سؤال أول بتطبيق قانون الثاني لنيوتون بيّن أن المعادلة التفاظلية التي يحاققها XG أفصول نقطة G تكتب على الشكل التالي إذن أولا لنثبت العلاقة بالنسبة للتطبيق القانون الثاني لنيوتون يجب أن تمر بمجموعة من المراحل الأساسية ومهمة جدا إذن أول خطوة يجب أن تقوم بها هي جرد القوى المطبقة على الجسم بالنسبة للجرد سنقوم بهذه العملية جماعتا إذن يخضع الجسم S لوزنه P بمتاجها تأثير قوة الجرح لجسمه هنفت منين F ممثلة للشكل ثم الاحتكاكات مع السطح قالوا أن احتكاكات مهملة نسميها R ماذا تعني كلمة احتكاكات مهملة هذه نقطة مهمة جدا إذن كلمة احتكاكات مهملة تعني R عمودية على السطح التمس إذن ما دمنا نتكلم عن جسم يتحرك فوق مستوى كيفما كان دائما R تخالف الصفر كلمة R تساوي الصفر غير موجودة لا أساس لها لمنى الصحة هذا خطأ شائع ثاني خطوة لا أرضي عليك هي تمثيل القوى على الشكل بالنسبة للP يبدأ من مركز قصور G نحو الأسفل للتوضيح أكثر سيكون عمودي على المستوى الأفقي مثل تركنا بزاوية قائمة بالنسبة لR قلنا عمودي على سطح التماس إذن R تكون عمودي على السطح في حال احتكاكات مهملة واحدة نقطة مهمة إذا كانت تمثيل القوى صحيح يمكن تكمل التمرين وانت مرتح إذا كانت تمثيل القوى خاطئ عرف أن الجواب ديك سيكون خاطئ بالنسبة 90% الخطوة الموالية هي تطبيق قانون ثاني لنيوتون والذي يقول أن مجموعة القوى يساوي M في متجهة تسارع A G أي إذن يمكن أن نعوذ سنكتب P زائد F زائد R يساوي M A G الخطوة اللولى ثانية التمثيل تلتس بقانون الخطوة الرابعة هي الإسقاط إسقاط العلاقة في المعلم بالنسبة للمعلم بالنسبة لنفت ما يعطونا المعلم ومتجهة الوحيدية E محور X في حالة إذا لم يكن المعلم معطى نختار معلم اعتباطي والأفضل معلم هو يكون معلم في نفس منها الحركة التي تبسط إذن بالإسقاط هالا O X ماذا سنجد إحداثي P هو P X زائد F X زائد R X تساوي M A X إذن نحاول في هذه التفاصيل إذن نذكره بالعلاقات الأساسية للدرس ونفهم الإسقاط لأن أصعب مشكلة وجهة مشكلة وجهة التلاميذ في الدرس ديال الميكانيك هي الإسقاط وهو مشكل للرياضيات إذن نبدأ عمليات الإسقاط بالنسبة للإير كيف هي إير بالنسبة للمحور O X متعامدة معه إذا كانت المتجهة عمودي على المحور فإن إحداثي هذه المتجهة لهذا المحور يكونوا منعدين بما أن إير عمودي على محور O X إذن إير إكس تساوي صفر قاعدة عمودي على O X إير إكس تساوي زر عمودي على إير على إيجريغ إير إيجريغ تساوي صفر نمشي والقوة F كيف هي F بالنسبة لأو إيكس متوازية إذن متوازية كأعتي ناجة احتمالات إما الإحداثي سيكون موجب إذن التعبير هو دائما F إما موجب أو سالي نشوف المنحة منحة المتجهة F هو نفس منحة المتجهة O X إذن التعبير أو الإسقاط سيكون موجبا بالنسبة للP إذن بالنسبة للP كنلاحظوا هنا P مائل بالنسبة للمحور و X إذا كانت المتجهة مائلة بالنسبة للمحور فلابد من استعمال العلاقات المثلثية السينيس والكوسينيس قبل استعمال العلاقات المثلثية ما فيها بس ندروا إسقاط ديال المتجهة X إذن الإسقاط المتجهة X على هذا المحور كيف سيكون نشبر هذا السهم ونسقطه هنا تقريبا سأستعمل مسترالي الرسم الإسقاط العمودي بحيث تكون الزاوية هنا قائمة إسقاط هذا النقطة هو نفسه الإسقاط الطرف هو في هذه النقطة للإشارة يجب أن نحدد المنحة إذن هذا السهم إلى سقطنا يكون هنا وله عكس منحة OX هنا كنعرف أن هذا المقدار هو PX ينصي المقدار جبري يمكن يكون مجاب يمكن يكون سالب إذن هذا المقدار سالب لماذا؟ لأن السهم ديال P إلى سقطنا سيكون عكس منحة OX إذن مسبقا كنعرف أن PX ستكون سالبة وماذا تساوي إذن سنستغل هذا المثلث هالزاوية هي الزاوية ألفا نحن الزاوية ألفا PX يمثل مقابل الزاوية ألفا والمقابل كنعرف أنه يكون بالنسبة للسينس للتذكير سينس ألفا يساوي المقابل على الوطر إذن المقابل هو PX والوطر هو P لا تنسى القيمة مطلقة لPX أعلى شيء أن الإحداث PX يمكن أن يكون موجبا ويمكن أن يكون سالبا نعم إذن PX ماذا ستساوي نكتبنا هنا بوحدها قيمة مطلقة PX ستعطينا هذه فادي إذن ستعطينا P سينس ألفا بقى مشكلة الإشارة مشكلة الإشارة يحدده الشكل لا مفر من الإسقاط بالنسبة الإسقاط إذا كان إسقاط P عكس منحاء أو X قلنا الإحداث يكون سالب إذا كان في نفس منحاء إحداث يكون موجب مثلا الطابق إذا النفس منحاء كتبنا زائد F كون كان عندنا F نحو الأسفل في هذه الحالة هدي نكتبه ناقص F نتمنى لكل فكرة وصلت إذن PX سالب هنكتبه ناقص P ضرب سينس ألفا الآن سنعود في العلاقة دونك بالتعويض ماذا سنجد ناقص P سينس ألفا زائد F زائد صفر يساوي M A G لماذا A G لأن A X تساوي A G A Y تساوي صفر وشنو هي A G للتذكير هي جذر A X مربع زائد A Y مربع ولكن A Y يساوي 0 حدا مشا بقيت أن جذر جذر مربع A X مربع A X لمساعدتك على الفهم فقط أنت لست مطالب بكتابته للسيد المصح إذن لنعوذ المطلوب هو المطلوب من المشتقة الثانية لل X على D تكاري المشتقة الثانية X ماذا تساوي بعبارة أخرى هي X دبو اللي هي Automatic A G إذن شوفوا أش حكا تساوي نعوذ أولا عندي نبدأ بإيه اللول F ناقص M في G اللي هي B سينس ألفا تساوي M G نقسم على M شوفوا بقنا A G تساوي F على M ناقص قسمنا هذه على M هي ونقسم هذه الثانية على M نكتب ها ماشي مشكل M G سينس ألفا على M سنجد أن A G تساوي F على M ناقص نحتزله واحد M مع واحد M ناقص G ف سينس ألفا واللي كيساوي D أكاري دو X على D D كاري اللي هي المشتقة التانية إذا نعلم أن A G أو اللي هي A X اللي هي X تبوى ماشي مشتقة التانية X على D كاري تساوي F على M ناقص G ف سينس ألفا كما أشرت سابقا إسقاط نقطة مهمة في درس الميكانيك لذا سأركز عليها جيدا سأطلو منكم إنجاز عملية إسقاط للعلاقة السابقة على المحور O Y إذا نسقطنا العلاقة ماذا سنجد P Y زائد F Y زائد Y تساوي M A Y لنحدد هذه الإحداثيات رجعوا للشكل دينا بالنسبة R Y سنختار المحور Y عمودي على O X مثلا هو هذا إذا سقطنا متاجه R على Y كيف هي R متوازية مزيد إذن R Y تساوي قلنا إذا كانت متوازية رسقطنا هذا السابق نفس المنحة وبالتالي موجب وإذا كانت توازية إما تعبير يكون موجب أو سالف وإقارنا هذه المسافة R هي نفسها R إذن R يساوي R يعني من بعد قاعدة عامة طبقها مباشرة بالنسبة F كيف هي F بالنسبة نعم عمودية عليه إذن F Y تساوي صفر نقلنا P بالنسبة لإسقاط المتجه P إذا طورنا هذا المحور وإطقتنا عنا مع R بغض دون قد نسقط هنا إذا إسقاط هذه النقطة هنا وإسقاط هذه النقطة هنا نستطيع نكتب ها في الطرف الآخر للتبسيط إذن إذن إسقاط هذه المسافة هنا حتى هنا هي نفس المسافة التي كان هنا حتى هنا أو هي نفس المسافة التي كان هنا حتى هنا قيمة مطلقة P تساوي P ضرب كوس ألف إذا نريد أكثر P مجاب أو ساليب إذا جئنا الساهم هنا وسقط نجبر أنه عكس من حا Y يسقط الساهم يكون التحت وبالتالي P ساليب هو ناقص P كوس ألف كتمنى تكون أصلات الفكرة أريد أعطيكم قاعدة عامة للتوضيح أكثر عقل معي على هذه القاعدة إذا كانت القوة F عمودية على O X فإن الإسقاط F X يساوي 0 هذا الكلام الذي قلت على X يبقى صاري على Y إذن أي متجه عمودية لم يحور معين إسقاط ديرك يعطينا 0 مزيان نطبق هنا كيف هي F عمودية إذن F وجدنا أنها تساوي 0 كيف هي R بالنسبة ل O X عمودية على O X إذن R X يساوي 0 نقطة الثانية إذا كانت F متوازية مع O X هنا ركز معي جيدا في هذه الحالة F X لها احتمالين يأما زائد أو ناقص F هالأمور أنجزها مع مستوى الجذع المشترك في الطريقة التحليلية إذن هذه مشاكل لها الرياضيات ما فيها بس ركز معي مزيان وما ستضف مشكل في الإسقاط مثلا متى يكون تعبير مجب إذن F X تساوي زائد F في حالة إذا كان إذا كان ل F و X متجه متجه نفس المنح بينما F X تساوي ناقص F إذا كان ل F و X منح يعني متع كس نطبق القاعدة بالنسبة الإسقاط F كيف هي مع X F نرى هنا F متوازية مع X منطبقين يعني متوازين مزيان منطبقين يعني متوازين الإسقاط ديالها عدتين احتمالات إما التعبير يكون مجب أو السليب F تبقى كما هي مزيان نرى المنح كيف هو منح F مع منح X نفس المنح إذن التعبير سيكون موجب وهذا الشيء اللي اكتبنا في البداية هنا هو نعم إسقاط F فين هي هي F X يساوي زائد F نحظ F X يساوي زائد F كيف هي R بالنسبة ل X عمود إذن R X يساوي 0 زيان رجعوا المثال الثاني هنا دكن التوازي مشو R كيف هي R بالنسبة Y متوازية مع Y إذن متوازية احتمالين إما تعبير موجب أو ساليب عندي نفس المنح يسقط هذا السهم جهنا و Y حتى هي طلعة إذن R تساوي زائد X كيف هي F بالنسبة Y عمود إذن 0 بقاط نقطة آخرة نشك أنك مركز معي إذا كانت F مائلة بالنسبة ل O X إذن فهل الحلقة فهل الحلقة لا مفر من العلاقات المثلثية العلاقات المثلثية هي إما سينيس أو الكوسينيس للتذكير سينيس ألفا وهو المقابل على الوطر إذن إذا كان مثلا كنا كان بحث على F إذا كان F يمثل المقابل فالحالة سنستعمل سينيس بحالة هنا مثلا بي إسقاط بي اعتني بي إكس هي هذا ماذا يمثل بي إكس بالنسبة بي يمثل المقابل إذن إذا عندك سينيس والتعبير سيكون هو الوطر مضرب في السينيس الوطر في السينيس ولا تنسى الإشارة التي يحددها إسقاط السحب الكوسينيس هو المحادي على الوطر الزلع المحادي على الوطر حيث الوطر الزلع المقابل للزاوية القائمة إذا اعتبرنا مثل الزلاث قائمة الزاوية الزاوية ألفا الزاوية القائمة هي هذه هذا هو الوطر والمقابل الذي جاء ومفاس هذا المقابل وهذا المحادي يعني كلمة عفش الحواج الحواج مهمة جدا في الرياضيات وخصوص في الفيزياء بالنسبة وعفوة مهمة جدا في الفيزياء ما تنسيهش إذن لنعاوم في العلاقة ماذا وجدنا بالنسبة الير بي إغريق هي قلنا ناقيس بي غرب كوس ألفا زائد سفر زائد يساوي م آ إغريق اللي هي زر لماذا لأن آ إغريق تساوي سفر الجسم يتحرك وفق المحور أو إكس لا يسعد نحو الآلة إذن آ إغريق تساوي زر محور إغريق كي يكون منعدم إذن إغريق ماذا ستساوي إغريق ستساوي بي إرجع للطرف آخر كوس ألفا بمعنى آخر إغريق إيم ضرب ج ضرب كوس ألفا تطبيق عددي تطبيق عددي نجد سهر فاصلة 86 نيوتر إذن بالنسبة إغريق أيضا نجد وقيمة صغيرة حسبها من بعد بالنسبة الحالة جبنا قيمة صغيرة هذا ما يعني أنها تساوي زر إذن دائما إرت وخالف الصفر هذا السؤال أضفته في بلسبة الثمين ديجا تحت امتحان وطني 2012 2013 كذلك بالنسبة العلوم فيزيائي وتحت أيضا بمالدوفو بالنسبة العلوم رياضية وكذلك السؤال اثنان واحد حدد مبياني أو عين مبياني قيمة تصارع بالنسبة المنحنة عبارة عن دال خطية معادلة تكتب فيديو تتساوي اف وتي إذن يمثل المعامل الموجه وبالتالي سنأخذ نقطتين من المنحنة بالنسبة المنحنة عدتونا هنا صفر فاصلة خمسة إذن مربعين صفر فاصلة خمسة يعني هنا تكون واحد وهنا واحد فاصلة خمسة هنا مربع واحد فيه سير فاصلة اربعة يعني أن كل مربع فيه سير فاصلة اتنال سير فاصلة جوج اربعة سير فاصلة ثمانية وواحد هذ النقطة كنشفوها بين يمكنك أن تأخذ أي نقطتين من المنحنة ولكن أفضل نقطتين هما هذو بالنسبة لواحد فاصلة خمسة السرعة عندها واحد ناقص سفر ناقص سفر للتذكير فإن تساوي دلتا في على دلتا تي إذن في جوج ناقص في واحد على تي اثنان ناقص تي واحد تطبيق عددين نجد واحد فصيد خمسة متر على السيجوند مربع للتذكير دائما نعلم أن السرعة في فيديو تي معدلة السرعة هي تي زائد وحسب المعطيات سرعة الجزء في النقطة أو كانت منعدمة إذن كذلك قلنا فيديو تي كذلك وهذا يتوافق مع منحنا الشكل سؤال اثنان اثنان احسب شدة القوة اف إذن شدة القوة سنستخرج ها من العلاقة اثنان اثنان حساب اف لدينا بالنسبة لمعادلة التفاضلية المشتقة الثانية هي التسارع يساوي اف على ام ناقيس ج سينيس الف السؤال كيف تحت وزها في الاتحانات الوطنية إذن ارجعو بغينا نحسب اف نجيب هذه للطرف الآخر هتصبح ا زائد ج سينيس الف تساوي اف على ام نتخلص من ام القسمة تصبح ضرب اذا اف ستساوي ام عامل اج اختصار كبو ا زائد ج ضرب سينيس الف اذا هذا هو تعبير الشدة القوة اف تطبيق عددي الكتلة ام مية قرام للتحويل ضرب عشرة اوس ناقيس تلعتها بالنسبة للتصارب اقول 1.5 زائد عشرة ضرب سينيس 30 سيني 30 سيني فاصلة 5 اذا انا فقط مهمة مهمة وممكن اخذ مهمة اخر اخو رج بروك تساوي 560 270 سيني سيني 30 سيني السؤال الثالث يحتاج الى كثير من التركيز انطلاق من النقطة ا ينعدم تأثير القوة المحركة اف مثلا كان عندنا خط لجسم وتقطع الخط فيتوقف الجسم في الموضع ب اذا الجسم يتابع حركته ليتوقف هنا تقطع الحب مثلا الخط اذا يتابع جسم حركته من ا نحو ب ما هي القوة المطبقة على الجسم في هذا الجزء يجب ان تطرح لنفسك اذا في هذا الجزء فقط القوة ب وقوة اغل التي دائما عمودي على السطح اذا اه اف غير موجودة حسب المعطيات هنا تنعدم يتوقع ينعدم تأثير القوة اف اف غير موجودة السؤال يقول نختار ا اصلا جديدا للأفاصيل ولاحظة مرور الجي من اصلا جديدا للتواريخ باستحمال المعادلة التفاضلي الواردة في السؤال واحد بيين ان الحركة بين الموضعين من اياه الجواب ماطي الى استغلنا المعادلة التفاضلي ماذا سنكتب سؤال ثلاثة واحد اذا سنكتب ان ا تساوي ناقص الجي سينيس الفا لدينا اف تساوي زرو اذا 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 عوضنا هنا اف بالزرو السفر على اي معتنا السفر وبالتالي يبقى ان الجي هي ناقص الجي سينيس الفا الفا كتساوي ثابتة وكذلك الجي تساوي كونستانت اذا الجي تساوي كونستانت حتى نحسوها عشر ضرب سير فاصلة خمسة يعني ناقص خمسة متر السيجوند كاري تساوي ثابتة اذا الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام إذا لا نريد نزيد أكثر ممكن نقول متباطئ بانتظام أن التصارع كيف هو ساليب إذا إذا كان التصارع موجب تكون متسارع بانتظام ولكن التصارع ساليب تكون متباطئ بانتظام هذا فقط معطى إضافة لدعي لكتابته اليوم الامتحان فقط نكتوب مستقيمية متغيرة بانتظام ثلاثة اثنان أوجد المسافة بي أوجد المسافة بي إكس آ وموضع إكس بي إذن نحسب مسافة أب بالنسبة للمسافة أب وحدتها المتر وماذا تساوي المسافة أب نعلم أن المسافة أب تساوي إكس بي ناقص إكس آ إذن هذه أسئلة يجب أن تترحل لنفسك قبل الإجابة عن السؤال طبق نسبة المعطيات هنا اعتونا V V A واعتونا أن A أصول جديد أصلا جديد للتواريح يعني أن T أكتساوي زر في هذه الحالة وجدنا أن A G في الحالة الثانية تساوي ناقص G س نس ألف إذن المعلومات التي نعرفها نعرف A ونريد تحديد المسافة B والعلاقة التي تجمع X ب A هي المعادلة الزمنية حسن جدا إذن X دو T نعلم أن X V0 T زائد X 0 ناقص نكتب العبارة كاملة بالنسبة لحالة دينا من أين يبدأ الجسم حركة يبدأ حركة الثانية بعد نعدم F أو تقطع الخيط كبدأ من A إذن A هي الموصول البدئي إذن X دو ماذا سيصبح تعبيرها 1 على 2 A T أس 2 زائد VA T زائد X A نبحث عن مسافة A B وقلنا A B هي X B ناقص X A إذن عوض X B هنا شلو نكتب X B كي يساوي 1 لجوج A T أس 2 زائد VA T زائد X A أرجع للطرف آخر أصبح عندي هنا X B ناقص X A وهي المسافة A B وما تساوي 1 2 A 2 مربع زائد VA T أنجز نصف المهمة بقى بي نسير أقول نعوض بالنقطة B طبعا إذا هنا T B T B T B لنحدد المجهول T B إذن سنستعمل معادلة السرعة والتي تقول أن السرعة في T تساوي A فو T زائد V زو بالنسبة اللحظة T سنكتب V B تساوي A T B زائد V A بالنسبة V B تساوي صفر لماذا الجسم يتوقف في الموضع B وبالتالي ستصبح العلاقة الصفر تساوي A في T B زائد V A نرجع هذه الجهة أخرى يعني أن ناقص V A تساوي A في T B يعني أن A أو T B عفوان نبحث عن T B T B هي ناقص V A A A هنا لك الاختيار يمكن تاخذ هالتعبير إذا يمكن شبره هالتعبير نعوضه هنا في T B ويمكن نحسبه T B حكا تساوي ومن بعد نحسب V A هنا أترك الاختيار الطريقة السهلة إما نعوضه إذا قمنا أوجي التعبير بيدالة كذا وكذا ممكن نعوضه أو يمكن نحسب مباشرة نعوضه يالا نعوضه مشكل إذا اللي ما عنده مع الرياضيات بزاف ولي ما عنده مع العلاقات خصوصا تلاميذ علم حياة الأرض والأفضل لو أحسب القيم هنا لا أعوضها بكل بساطة بسبب نزيل الرياضيات أو نزيل المتحاف شيء ممتح نبرهن عليها بطريقة ثانية إذا نعوض 1 2 A مربع زائد اللي هي مضربة في ناقص على أ هنا واحد على جوج أ مربع على أ مربع زائد أو عفوا ناقص ناقص مع زائد مربع على أ إذا هنا اختزلنا واحد أ مع واحد أ شنبق لنا بقات مربع على جوج أ ناقص V A مربع على أ بالتعمل نجد V مربع على أ في واحد على جوج ناقص أ إذن أ B تساوي V مربع على أ مضربة في ناقص واحد على جوج يعني ناقص V مربع على جوج على جوج أ تطبيق عددي ناقص مربع عطونا في مدية السرعة هي جوج فصيلة أربعة إذن ناقص إثنان فصيلة أربعة مربع تقسيم إثنان ضرب بالنسبة للجوج بالنه هو هذا كنا عطونا عسرة في سينيس ديال ثلاثين دوك هي ناقص خمسة إذا هنا في جوج ناقص خمسة ناقص مع ناقص كأتينا موجة والمسافة دائما تكون موجة وقرنا فقط طبيق العددي نجيد سير فصيلة خمسمية وستة وسبعين خمسمية وستة وسبعين متر بعبارة أخرى سبعة وخمسين فصيلة ستة سنتيمتر أتمنى أن تكون قد استفدت معي في هذا التصحيح الذي كان هدفه هو معرفة طريقة إسقاط العلاقة في حالة المستوى المائل لأن نستطف أن نتلم بزا في القاو مشكل في الإسقاط هذا علش حاولت ما أمكن نبسط إلى أقصى ما يمكن ونتمنى ونكون توفقنا في العملية إذا كانت هناك أسئلة أو نقطة لحظتم أني أسرعت في شرحها فلا بأس من طرحها في خانة التعليقات وأجيبكم على الأسئلة بعون الله لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفي الجميع وتعم الفائدة استودعكم الله وإلى فيديو آخر بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة